بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الوحدة السادسة الدرس الأول سنتناول في هذه الوحدة الموضوعات التالية تذكير العدد وتأنيثه إعرابه وإعراب معدوده تعريفه بالصياغة تسمي الفاعل منه العلماء ينظرون إلى الأعداد على شكل مجموعات المجموعة الأولى تضم العدد واحد واثنين المجموعة الثانية من ثلاثة إلى عشرة المجموعة الثالثة إحدى عشر وإثنى عشر المجموعة الرابعة من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر المجموعة الخامسة سيسمونها الأعداد المركبة وهذه الأعداد المعطوفة وهي من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين ما عدا ألفاظ العقود اللي هي 20 30 40 50 60 إلى 90 هذه تعامل عنها كتلة واحدة يسمونها الفاض عقود وأيضا المئة والألف وما جاء على مضاعفات هذه الأعداد كل مجموعة من هذه المجموعات يرى العلماء أن لها أحكامها الخاصة في تذكير العدد وتأنيثة وفي إعرابة وإعراب معدودة وفي تعريفة وغير ذلك أولا تذكير العدد وتأنيثه هناك قاعدة لابد أن نتنبه إليها في هذا الموضوع وهو أن العدد يذكر أو يؤنث بحسب نوع المعدود إذن لابد عندما أريد أن أذكر العدد أو أؤنث العدد لابد أنظر إلى طبيعة المعدود طبيعة المعدود فهي التي تحكم تذكير العدد وتأنيثه الرقم واحد والرقم اثنين ما حكمهما؟ يقولون لاحظ معي في هذه الأمثلة لاحظ معي في هذه الأمثلة جاءني رجل واحد مذكر لأن رجل مذكر وامرأة واحدة مؤنث بعلامة التأنيث هنا موجودة وهنا موجودة نجح إثنان من من؟ من الطلاب وإثنتان من الطالبات إذن يمكن أن نقول أن حكم العدد واحد والاثنين الواحد والاثنين نقول يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثا إذن الرقم واحد والرقم اثنين توافق معدودها فالتذكير إن كان المعدود مذكر تأتي مذكرة وإن كان المعدود مؤنث تأتي مؤنثة هذا هو حكمها أما من ثلاثة إلى عشرة دعونا نلاحظ هذه الأمثلة أقول نجح أربعة طلاب لاحظ معي أربعة هنا جاء أيش مؤنث وطلاب طلاب مفردها طالب الطالب مذكر رأيت خمسة سيارات لاحظ معي خمسة هنا جاءت مذكرة سيارات مفردها سيارة مؤنث مررت بثمانية أطفال أطفال مفردها طفل طفل مذكر لكن جاء هنا مؤنث لاحظ معي أن العدد يخالف المعدود إذن الحكم فيه العدد هنا يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا إذا جاء المعدود مذكر بالنظر إلى مفرده بالنظر إلى المفرد لا بد أن أضع المفرد إذا جاء مذكر فإن العدد يأتي إيش مؤنث والعكس إذا جاء المعدود مؤنث فإن العدد يأتي مذكر إذا هذا حكم من ثلاثة إلى عشرة ثلاثة إلى عشرة نقول المخالفة باختصار نأتي هنا إلى الأعداد أحد عشر اثنى عشر ما حكم هذين العددين ننظر إلى الآيات إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشرة كوكب كوكب مذكر والعدد جاء مذكر بجزئيه الجزئي يعني اللزء الأول والثاني قرأت إحدى عشرة قصة قصة هذه مؤنث وإحدى مؤنث مؤنث إذن الجزئان كلاهما مؤنث فانفجرت منه إثنتا عشرة عين عين هذه مؤنث وإثنتا مؤنث وعشرة مؤنث جاءني إثنى عشرة مهندسا مهندسا هذه مذكر وإثنى مذكر وعشر مذكر إذن الحكم فيها نقول الأعداد 11 و12 يمكن القول أنها توافق المعدود تذكيرا وتأنيث إذن هذه القاعدة في العددين 11 و12 طيب الأعداد من 13 إلى 19 هذه الأعداد من 13 إلى 19 يسمونها الأعداد المركبة وهذه أيضا أعداد مركبة هذه الحكم فيها لا بد أن ننظر إلى الجزئين فيها جزء أول وجزء ثاني أقول 9 10 وأقول 3 10 عندي 10 هذا الجزء الثاني وعندي الرقم هو الجزء الأول الحكم فيها ننظر هنا أقول زارني 4 10 صديقا صديقا هذا مذكر القريب منه اللي هو عشر جاء مذكر مثله والبعيد جاء مؤنث اللي هو أربعة حملت سبعة عشر جهازا حملت سبعة عشر جهازا جهازا هذا مذكر جهازا مذكر جاء عشر القريب منه مذكر مثله والبعيد مؤنث طيب خمسة عشر رجلا ماتوا من أجل صندوق رجلا هذا مذكر لاحظ معي القريب منه جاء جاء مذكر والبعيد جاء مؤنث إذن الحكم فيها الحكم فيها نقول الجزء في العداد من 13 إلى 19 الأول يخالف يخالف المعدود الجزء الثاني يوافق المعدود تعال هنا أقلبها صديقة أقول زارني أربعة عشرة صديقة أو زارتني أربعة أربع عشرة صديقة حملت حملت هنا حقيبة كيف نخالف ونوافق نقول الثاني يوافق والبعيد يخالف يصير حملت سبعة عشرة حقيبة هنا هنا أمرأة مضاعف مضاعف ونوافق مضاعفاتها يعني عشرون رجلا وخمسون طفلا مرت بعشرين امرأة وسبعين طفلة سافر على متن الطائرة مئة رجل ومئة امرأة لاحظ مئة نفس اللفظ لم يتغير شيء اشتريت خمسمائة كتاب وألف مرسمة هذا مذكر وهذا مؤنث جاءت الف واحدة والخمسمية جاءت واحدة اذا الأعداد هنا في هذا أو في ألفاظ العقود والمئة ومضاعفاتها تأخذ شكلا واحدا لا يتغير بتذكير او تأنيث اما ألفاظ الأعداد المعطوفة هذه يسمونها الأعداد المعطوفة لأنها مكونة من عدد ثم حرف عطف ثم عدد اخر واحد وخمسون ثلاث وسبعون اثنان وثمانون سبع وسبعون تسع وتسعون لاحظ معي أعداد معطوفة فلها حكم هذه الأعداد الجانب الأول منها من واحد إلى تسعة يعني يمكن أن يكون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاث وعشرون اربع وعشرون خمس وعشرون ست وعشرون إلى تسع وعشرون فالجانب الأول منها هو عبارة عن عدد مفرد أما الجانب الثاني والجزء الثاني فهو لفظ عقود هذا يأخذ حكم من سبق وهذا يأخذ حكم من سبق فألفاظ العقود قلنا لا تتغير شكلها واحد أما من هنا فإنه يوافق طبعا درسنا أنه واحد واثنين يوافق وثلاثة من ثلاثة إلى تسعة يخارب كأنها عدد مفردة كأنها العدد الأول من واحد إلى ثلاثة أو من ثلاثة إلى تسعة وبالتالي تصبح القاعدة واضحة أقول عدد الطلاب واحد وعشرون هذا طبعا لا يتغير واحد وعشرون طالبا لاحظوا معي مذكر مذكر واثنان وعشرون طالبا أيضا مذكر مذكر ووافقه أما عدد الطالبات إحدى وسبعون هذا ثابت لا يتغير وهذا أيضا يوافق واثنتان وسبعون يوافق إذن على هذه القاعدة طيب نأتي إلى الأعداد المعطوفة اللي من ثلاثة إلى تسعة تأتي في الجزء الأول من حرف العطف نقول قبل حرف العطف نقول حضر الاختبار خمسة وسبعون طالبا لاحظ معي سبعون وتسعون هذه شكلها واحد لا يتغير انتهت القاعدة فيها أما خمسة فقلنا أنها تخالف فيما لو كانت مفردة أيضا وهي معطوفة تخالف الطالب ذكر وهنا جاءت مؤنثة طيب طالبها ماذا أقول أقول خمس وسبعون طالبها لازم أخالف بين التذكير والتأنيف أيضا هذا أخي له تسع وتسعون نعجة لاحظ معي نعجة هنا مؤنثة هذا جاء مذكر لأنه يخالف حسب القاعدة بدل أن نعجة خروف أقول تسعة وتسعون خروفا إذن القاعدة في هذه في ألفاظ العقود ننظر إلى العدد على أنه مكون من شقين الشق الأول له قاعدة سابقة أخذناها وهي تنقسم إلى واحد ثنين لوحدها وثلاثة وتسعة لوحدها والعدد هذا دائما سيأتي لفظ من ألفاظ العقود له شكل واحد لا يتغير انتهى هذا الموضوع الدرس الأول في الوحدة السادسة وهو عن أحكام تذكير العدد وتأنيفه نلقاكم في الدرس الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر